بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتكم إزايت ربي كلبك من حضرتك واليد يونس من غير جوليا هانم إن شاء الله جوليا تطلع معنا الفيديو اللي جاي إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أواخر فترة الحمل بتاعة جوليا وإيه المشاكل اللي بدأت تواجهنا وإيه اللي بدأ يقلقني ما تنساش لو أول مرة تشوف قناتنا وعجبك محتوى الفيديو واستفدت منه تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة اللي لسه ما اشتركش وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول أواخر فترة الحمل بتاعة جوليا بدأت أقلق من اليوم التسعة واربعين جوليا كانت عاملة زي البرميل إحنا لما عملنا سونار إحنا قلنا طبعا بنعمل مسحة هنعيد الكلام سريعا بنعمل مسحة عشان نتأكد إن فيه خلية خصوبة بنعمل سونار عشان نعرف إلى حد ما عدد الجراوي ونتطمن على النبط والمقاسات والأبعاد بتاعة الجراوي وإحنا متوقعين على اليوم الكام أو إحنا في اليوم الكام بالتقريب من الحمل ولكن عدد الجراوي ما بتعرفهوش تحديدا تلاقي الدكتور بيقولك من أربعة لسبعة خمسة ستة اتنين من اتنين لأربعة الكلام ده لأنه ممكن يشوف كيس ورا كيس تاني ما يبنش أو يشوف الكيس مرتين فبيبقى الموضوع بالتقريب فاجينا على اليوم التسعة واربعين جوليا بقت عاملة زي البرميل خلاص الشهية ما تغيرتش خالص نهائي بدأت أقلل لها أزود لها عدد الواجبات وأقلل كمية الأكل لو جوليا بتاكل كيلو ونص بقيت بدي ربعمية في ربعمية في ربعمية في ربعمية جرامة طبعا وبدأت أدي الدرايب بتاع البابيس أو إجراء الصغيرين أو الماظراند بابي الرايال كنين عشان ده بيدي لها سوارات حرارية يزود اللبن فيها يدي لها طاقة أثناء الولادة وما تبقاش الكلبة ضعفانة خدت كل الإجراءات الكويسة لحد ما فجئت على اليوم التسعة واربعين كده جوليا بدأت بقى خلاص خلاص مش قادرة مش قادرة تعبانة جدا طبيعي طبيعي خالص احنا قلنا ممكن عشان فيها عدد لا بأسة به وكله بأمر الله فتعبانة شوية فجئت إن بدأ ينزل دم أنا عارف إن ده طبيعي بس لما بتبقى حكتك بتبقى مضطرب وبتبقى متوتر لو تنديع على الأرض دم تنديع دم مش نقعد كتير تنديع دم ده عادي أما لو الكلبة بتنزل سوائل دم خاصة لو راحتها كريهة لا أجري بيها عالدكتور مباشرة لقيت السوائل دي نزلت مرة اتنين لقيتها بتنزل كل يوم تلات اربعة مرات بدأت إيه أقل قلت أنا ممكن حدخل على ولادة بدري اتصلت بأحمد زايد قال لي لا عادي الموضوع ده عادي اتصلت بالأستاذ محمد فرحاط ودي كانت بداية تواصولي أنا أعرفه من قبل كده شخص مهذب جدا ومحترم جدا وعلى أخلاق عالية قوي بس دي كانت بداية اتصالي المستمر بقى كل يوم بالأستاذ محمد فرحاط أبودي صاحب قناة كل يوم معلومة مع محمد فرحاط قال لي لا عادي وما تقلقش الكلام ده بيبقى تنظيف حاجات جوا والكلام ده أنا عارف أن الكلام ده طبيعي بس قلت إيه أصفصر وأتأكد ولكن حسيت أن جوليا إيه أنا بدأت أركز في ماشية كل يوم ربع ساعة ابتداء مثلا من اليوم الـ 45 ولا حاجة قال لا فقلت إيه لا أقل الموضوع للمشي عشان ما دخلش على ولادة بدري ولادة بدري الجراء حتنزلك مش كاملة والموضوع خلاص راحه يعني خلاص فبدأت أقلل من ماشيها ولقيت الدنيا ماشية بسلاسة كويسة وبتاعها ولكن الدم فضل ينزل لحد يوم الولادة على فكرة يعني فضل ينزل تنديق الدم ده جيت بقى لما زي ما قلت للحضرات كل الحلقة اللي فاتت جيت لما أسقص الشعر بتاع جوليا فوجئت بحلمة ملتهبة جامد الحلمة الشمال عندها آخر وحدة خالص فوق اللي هي رقم خمسة لقرب السدر حتشوفه في الفيديو إن هي ملتهبة خالص أغلب الحلمات كانت ملتهبة بس الحلمة دي كانت ملتهبة وجنب الحلمة بالضبط السدي نفسه كان فيه إيه زي تعويرة كبه تمام فبدأت أقلق سألت الأستاذ محمد فراحات قال لي حط مرهم كذا كذا مرهم مضادة حيوي وبالفعل الدنيا راقت أنا كنت قريدي من اليوم الخمسين بعمل بفوتة بمية دافية وعلى الحلمات كلها والسدي كله عشان مفيش دم مفيش لبن يتجلط أطهر كنت بطهر بابتدين ومحلول ملحي خمسة في المية وكل الإجراءات ماشية سليمة لكن قلقت من موضوع الحلمة ده جينا على اليوم الخمسة وخمسين أو الاربعة وخمسين تقريبا عملنا أشاعة X على الرحم عشان نعرف عدد الجراء بالضبط زي ما قلنا مش عشان تعرف حبيع كام ولا هتكسب كام ولا إيه اللي جاي لأ عشان تعرف النتاية في يوم هنزل الجراء ولا لأ عشان محصل أشتا سمهم لو فضل الجراء وجوه ميت أكتر من يوم أو يومين النتاية هتروح منك بالجراء هتروح منك خالص الدنيا حبوز منك خالص وحتتسمم ومش هتعرف تلحقها فعملت أشاعة X وطلعت النتيجة اتخدت شوية من عدد الجراء قالوا لي الجراء تسعة اتخدت شوية كله بأمر لا ولكن انت بتتاخد بتقلق طب ليه يا عم وليد ده عدد الجراء كتير ده 12 حلو 15 حلو لا كل اللي يجيبه ربنا كويس ولكن هشرح لكم ليه الناس المحترفة في تربية الكلاب وبتاع المزاهرة النتائج اللي بترمي عنده بال11 وال12 والتسعة والعشرة بيتخلص منها ليه لان النتائج دي بترمي كتير بتوجهت كتير في الرضاعة كده كده نصهم رايح كله بأمر لا ولكن انا بقول لكم السيناريوهات اللي بتتم احسن عدد يا جماعة من 4 ل7 جراوي ده كده انت ايه في الامان و7 يعتبر كتير 4-5 ده حلو جدا او مناسب جدا كله بأمر لا بس انا بحكي لكم عشان النتائج ما ترهقش وتحتاس وحتشوفوا في فيديو الولادة الحوصة اللي كنا فيها انتم بتتكلموا في 9 جراوي قعدنا بنولد 12 ساعة 12 ساعة الكلبة بتولد وقاعدين في كل وقت طلق انحلق على السبعة ولا التمانية اللي ولدتهم وده يروح هنا وده يروح هنا حوصة ما بالك النتائج انا نفسي كنت محتاجس ما بالك بقى النتائج تعمل ايه وتردع ازاي والصراع بقى الصراع على البقاء كل واحد يزق التاني وفي منهم اتنين تلاتة طبيعي حيسقطوا من ضمن التسعة دول وانا كنت عامل حسابي على كده فاتخدت شوية قلنا خلاص مش مشكلة لحد ما جاء اليوم جات جوليا على اليوم التسعة واربعين تقريبا منعت اكل ده احنا لسه بدر يا جماعة ده احنا لسه لا يا ربي صوري كانت على اليوم التلاتة وخمسين منعت اكل كنت في الشغل قالوا لي جوليا موقفة اكل والسوائل بتزيد وفي دم شوية زيادة عن قبل كده نازل ونازل معا شوية مية قلت يا نهار ايه سويت طب انا في الشغل اعملي انا مش حالف اتحرك طب صوروها لي كل ربع ساعة صوروها لي لان ده علامة مش كل الكلاب يا جماعة بتمنع اكل وقت يوم الولادة على فكرة لا بس ده او علامة انك انت ايه داخل على ولادة بدأت اقلق وبتاع المهم اليوم عدى على خير بدأت جوليا بقى في اليوم بتاع الولادة قلت الحمد لله كده ما فيش ولادة بدري بدأت ارتاح بقى واهدى بقى كنت قاعد قلقان ومتوتر جدا جينا بقى على اليوم الاتنين وستين لقيت اليوم اللي قابله الحرارة سبتة على سبعة وتلاتين وتلاتة قلت خلاص زيعة تولد النهاردة يا بكر قبل ما روح الشغل الساعة ستة الصبح لقيتها ستة وتلاتين وتسعة رجعت من الشغل بالليل لقيتها ستة وتلاتين واربعة خلاص احنا كده الولادة النهاردة اللي قلقني اكتر بقى ان انا زنقة الشغل دي اللي بعودها شهر ولا شهر ونص كانت تاني يوم من يوم الولادة طب انا هعمل ايه طب انا النهاردة هخلص موضوع الولادة ان شاء الله بامر الله طب بعد كده حراعي ازاي والدنيا دي ازاي ده انا تلاتة اربع اليوم قاعد برا وحرجع تعبان وعايز ارجع انام طب حراعي الدنيا دي ازاي انا مش عارف بدأت اقلق برضو شوية فاجينا يوم الولادة دي فاجعت من الشغل وفضلت بقى ايه قاعد كل نص ساعة كده بدخل ابوس عليها كنت عملت لها البوكس ده وقاعدة فيه هي من اليوم الخامسة واربعين او التسة واربعين قاعدة في البوكس بتاقعة بتطلعش منه وتطلع تتمشع شوية وتدخل تاني البوكس اللي هتولد فيه فقس الحرارة لقيتها ستة وتلاتين وتلاتة سبتة بقى هي كده بقى لها يوم على ستة وتلاتين وتلاتة فلص احنا كده الولادة النهاردة فجئت على الساعة اتنين جوليا بدأت تحفر في الارض وبدأت تليف ودور زي الاسد كده اللي في القفص اللي في جننت الحيوانات رايح جاي رايح جاي ودي من علامات الولادة العشاء بتاعها ما رديتش تاكله زي ما هنشوف بالفيديو اللي هيعرضه على حضراتكو ما رديتش تاكل قلت طب ممكن اللي عشت هتقيل عليها اللي هو شربت الخضار والفراخ ادت لها دراية ما رديتش تاكل ادت لها شوية لبن شربت شوية وثابت الباقي خلاص احنا كده هنولد النهاردة فلاقتها بقى بدأت تحفر في الارض ورايحة جاية زي ما بقول لحضراتكو وبالفعل بدأنا الولادة الساعة تلاتة بالليل بدأ ييجي الطلق زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي ان شاء الله بأمرك يا رب وحنشوف ولادة جوليا جروا جروا قعدنا اتناشر ساعة بنولد في جوليا هانا والحمد لله الدنيا استقرت والجراوي نزلوا صلام والدنيا سليمة وكل حاجة هتبدأ بقى المشاكل من بعد الولادة على فكرة اللي حيعتقد ان جوليا كانت ولادها لا لا خالص جوليا كانت حناية حناية نموت كانت حناية جدا وبتحافظ على على ولادها كويس جدا بس حصل لنا مسكلة كبيرة جدا 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 كبيرة قوي بعد الولادة بحوالي اسبوع الفيديو اللي جاء ان شاء الله هنشوف فيديو ولادة جوليا بالتفصيل وربنا هيبركلكو في حاجتكو يا رب ويكرمكو واشوفكوا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بتاع ولادة جوليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المترجم للقناة